ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد في السابعة من مساء اليوم مع نظيره المغربي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم والمقامة في بولندا والسويد وتستمر حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري ويطمح منتخب الفراعينة في تحقيق الفوز في اللقاء بعد اقتناصي أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 هدف إلى 22 ليتصدر بذلك المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت هي الأخرى فوزا على المغرب بنتيجة 28 مقابل 27 هدف